وأعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية اعتبارا من الثامن والعشرين من مايو الحالي رغم التحذيرات الإسرائيلية في المقابل استدعت إسرائيل صفيريها لدى النرويج وإيرلندا ونشرت الخارجية الإسرائيلية فيديو على منصة X يتضمن رسالة التحذير بأن هذه الخطوة تؤجج التطرف وعدم الاستقرار بعد أن كانت تل أبيب قد اعتبرت بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أي اعتراف بدولة فلسطينية سيمثل جائزة للإرهاب ومن شأنه أن يقلل فرص التوصل إلى نهاية للحرب في غزة وأعلن رئيس وزراء النرويج أن اعتراف بلادي بالدولة الفلسطينية يهدف لمساندة القوى المعتدلة التي فقدت تأثيرها في هذا الصراع الوحشي الطويل كما أعرب عن أمله أن يؤدي القرار في نهاية المطاف إلى استئناف العمليات السياسية نحو تحقيق حل الدولتين ومنحي زخما جديدا أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أن رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط للخطر أما رئيس الوزراء الأيرلندي فوصف الإعلان السلاثي اليوم بأنه يوم تاريخي وأعرب عن أمله في أن تحذو دول أخرى من الاتحاد الأوروبي حذوة دول السلاثة في هذه الحطوة